من بره بتعمل أكاديميات بتختار بتدرب تعمل كل الكلمة اللي حكي قلت عليه ده وتاخد من القماشة دي تصدر لأوروبا نجوم كبيرة جدا مش ممكن يبقى عندنا كيان هنا في مصر مش عايف ممكن مين يعني اتحاد قندية ماشي وزارة شباب ورياضة ماشي مستثمرين في الرياضة ورجال أعمال برضه وماشي احنا عندنا النهاردة شركات وبنوك وهيئات دخلة في البيزنس ده مش ممكن نعمل الأكاديميات دي مثلا ونختار من كل قطاعات النشئين اللي حكي بتقولها دي تخدتاني في حتة صعبة قوة ما هو يا معي المشكلة يعني نخدتاني في حتة ونعمل الأكاديميات دي نقدر من خلالها نصدر إنجازة عبيل اللي عبتنا بره الكلام اللي انت بتقوله طبعا مهم وكويس قوي بس ما هو الفكر اللي موجود لو عملنا برضه أكاديمية حيبقى فيها نفس الحتة اللي أنا بقولك عليها بل بالعكس يمكن الأكاديمية دي هتبقى بفلوس واخد بالك يا أم حد بقى مستثمر لا دي مش بفلوس دي أنا هي هتتكلف فلوس طبعا بس أنا شايف إنه مشروع مربح جد هتصطدم بحاجة أنا أقول حاجة حاجة في الأيام الأخيرة دي توصلت مع أحد المصريين كان بيلعب كرة هنا في مصر وجات له فرصة إنه يسافر بره واشترى نادي بره وابتدى يجيب لعيبة مصرية صغيرة يختارهم ويلعبهم في الدوري واحد من الدوري مش دوريات الكبيرة في أوروبا لكن بيلعب في دوريات أوروبا هو متشاف وبالتاني من الدوري ده يقدر يصدر أو ينقل اللعيبة دي المحطات تانية أعلى شوية ولما التجربة نجحت معاه اشترى نادي تاني في دولة أوروبية تانية وقرر أنه يعمل نفس التجربة عملها فين؟ عملها بر مصر عملها بر مصر لأن النظام العام والحاجات الغلطات أو الأخطاء أو اللوايح معينة لو تعاملت هنا بتصعب عليك على سبيل المثال اللعيب هو صغير البرعم أو في بداية الناشئين أهم حاجة بالنسبة له هو مش التعليم بس يعني مش التعليم الكرة بس والأساسيات بس ده لازم يلعب أكبر كم من المباريات فلازم اللعيبة دي تنخرط في مسابقة رسمية فتيجي على المسابقة الرسمية هيدخل إزاي الأكاديمية دي هتدخل إزاي في المنظومة مثلا مسابقة منطقة القاهرة مسابقة على مستوى الجمهورية أو 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 هتصطدم بالحتة دي فانت عايز تلاقي له مسمى أو حاجة قانونية أنه هو يدخل في القصة دي هو بيجمع لعيبة وبيصرف عليهم وبيضرب وبيجيب مدربين وكده طيب وبعدين طيب اللعيب هلعب أي هلعب مطشرف ودية هلعب مطشرفين هلعب مطشرفين فهي دي برضو قصة تانية قصة تانية ما الجنرس يوم فوت مثلا في السنغال وفي أفريقيا بتعمل إيه للعيبة بتاعتها فرق كبيرة زي ريال مدريد وبرشلونا بيعملوا أكاديميات في البلاد دي ويجيبوا مدربين ينتقوا اللعيبة ودربوهم ويطلع على برا على فور خش على نادي تسجل في نادي برا في ريال مدريد في برشلونا في أي نادي في ألمانيا أي نادي في إيطاليا فالعيب الموهبة خلاص راحت ليد أمينة في مدرب كويس قوي لأن برا النظام مختلف عننا تماما صحيح احنا هنا بكرر الحتة اللي بقولها دي أحمد الموهبة الصغيرة دي يعني بتصطدم بحاجة مهمة جدا هي وأولاء الأمور بتوعها طب أنا هتعلم ولا هلعب كورة طب لو ما كملتش كورة هيحصل فيها إيه فلازم يبقى اللي اتنين متوازين تيجي عشان تنسق بقى مين اللي هينسق هل وزارة التربية والتعليم بتنسق مع الأندية في موضوعهم مثلا التعليم ده لا مشكلة في عين الولاد اللي عارفين يتعلموا ولا عارفين يلعبوا اللي عارفين يلاقوا وقت يركزوا فيه عشان يتعلموا زي مشروع البطل اللي ألونبي تب تجيب ولد صغير عنده مهوبة مثلا الجنباز اللي مش عارف إيه اللي ايه تتبنى وخلاص هو عارد ده مشروع بعد خمس ست سنين هجيب لك مداليا العالم كله بيعمل كده نفسنا يبقى حاجة زي كده بس على مستوى الألعاب الجماعية كورة مثلا تبقى حاجة زي كده بعد مشوار تقييمك الأول لروجيرو ميكالي وتجربته مع المنتخب الأوليمبي زي سريعا شفت ماتش كولديفور وتوقعتك للنسخة دي من منتخبنا الأوليمبي في أوليمبياد باريس أنا شايف إنه هو مشكوى اسمع هم وخد ترجمة نانسي قنقر